أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى نتمنى تكونوا بألف خير اليوم جيتكم في حلقة جديدة من وصفات سناء كينان باش نقدم لكم عراضة ديال الفطور درمضان الصحاب والدي اللي درت ليهم جمعتهم فهذا درمضان هذا على شلافات الشهر الكريم من فرحوشها كوليدتنا ونجمعوهم ونجمعو معهم صحابهم تهوما كيفرحو وكيعجبهم الحال وكانت من الحلقة اليوم ان شاء الله هتنال إعجابكم والوصفات وان شاء الله هتنال إعجابكم الفيديو ما تنساوش تبارتاجوا على مواقع التواصل الاجتماعي ومع الأهل والأصدقاء باش يوصلكم كل جديد وهذه هما الوصفات اللي وجدت درت دي ميني بورغر يعني معاشي حويجات شريتهم جاهزين هوي قديتهم حكا وخلاص البريوات اللي كن شاركتهم معاكم مولينام دي ميني بيتزا اللي شاركتهم معاكم الميني طاكوس اللي غيرت لهم غيرتهم في الشكل ديالهم هنا يا درت كفيتا درت بطيبتاس مع مرين اللي غنشاركوا معاكم فهذا الحلقة هذي دي كيش اللي بالخضراء حويجات اللي هما ساهلين وكيجي ورائعين والحريري خلاص دروري منها ما يمكنش تختال مائدة ديالنا درت كغادان ديال اللي باتو هنا ستفت البيتز كل شي أنا كان ستفت كل شي فوق البوفي باش كل شي كيهز اللي بغا وهنا غنبدو مع الوصفة الأولى اللي غنحتاجوا فيها ديال اللي كيش دنجال القرعة هبيرة ديال الدجاج البصلات وغادي نحتاجوا السودانية كتبقى لكم اختيارية غادي نديروا الزيت في مقلة سخونة وغادي نبدو بالبصلة هي اللي ولا نديروا هكا تشحر أنا شاركت معكم نهار دلعراضة قلت علش لله ما نصوروش معاكم ونعطيكم أفكار وحتنتوا ما باش نبغوا تديروهم كيجوكم ساهلين وكتلقوا يعني أفكار ما تديرو غادي نديروا المليحة فوق البصيلة غادي نزيدوا عليها الإبزار أنا مهم شاركت معاكم العراضات اللي دارت في الدر شاركتهم معاكم بودرة ديلتوما وغادي نشحر هذيك البصيلة هكا نحركها شي شوية هذي كيش كيجي ورائعين وساهلين وضغية ضغية يعني ضغية كيوجدوا ما كياخدوش غاعة منكم وقت غادي نزيدوا عليهم الهبرات ديجاج كيبقى لكم اللحم ديرو أي حاجة بغيتوا اللي اختاريتو هيرهوما هذي الهبرات ديجاج كالتواتا مع القرعة ومع البدنجال هنزد السودانية وشوية السكنجبير السودانيك أصبق عليكم اختيار اللي يبغي الحرارة كيجي هنسماء وصفيت الحرارة صفوا درست الحمارة وغادي نخلي ذلك شتي تشحر لي شي شوية دجاج مع البصلة وعاد نضيف لي الخضر سوف نزيد القرعة وغادي نضيف عليها مباشرة تنجال باش هنخلي كل شي كي تشحر دقة واحدة نزيدوا شوية دين المعدنوس وكنشوفوا راح طاب يعني كنشوفوا نجال هكي هبط والقرعة هي كذلك حيث هما بجوش ما كي ياخدوش لنا وقت بزاف طياب وكنش تشاركتو معاكم هكي همرا العجين ديالهم انا كنعجينهم بزايد وكنخليهم عندي في الموجة 109 اللي كنبغيهم كطبقة اولى وعاد نضيف الحشوة كطبقة ثانية كنجبد القياس هكي اللي خاصني كي يجيوني ساهلين وما كي ياخدوش مني قاع وقت وكتجي العجينة ديالهم زوينة صافي كنزيد عليهم عودتاني شوية لفرماج الحمر من الفوق باش كي يعطاني ذاك البنة وكي يعطاني التعليكة يعني في الكيش مني كنديرهم وهاد الكيش هدو غي يعجبوكم بزاف عبتي كي يجيو زويني مع الماداق اليدنجال والقرعة كي يجيو زوين هين ماداق اليدنجال والقرعة بوحدهم كي يجيو زوين هنا ارت الكرق القيش ده الطارية زيت عليها البيض الابزار المليحة والقوزة وكنزيد فيهم واحد الخمارة باش كي يجيوني مفقعين هاد كي يجيو مفقعين هاد كي يجيو غزالي واحتمال الوليدات كندخلوا لهم الخضرة في شي حاجة اللي هما مكي يحسوش بيها بحلاكة اللي كي يجيو هكال المملاحات كندلولهم فيهم الخضرة مكي يحسوش يعني مكيبقوش يكلو هالعجينة صافي غادي نعمرهم بهذيك القيش ده الطارية وغادي نخليهم باش ندخلهم الفرن حتى الساعة اللي نبغي نوقف عليهم هنا ايه بالنسبة الميني بطيبطات انا عشان تلبطيبطات نهار قبل ودابا غادي نعمر ليهم الحشوة ديالهم انا درت هنائي الهبرة ديال الدجاج انا كنستعمل الهبرة ديال الدجاج كتر من الادند يعني هي اللي كنستعملها في الوصفات بزاف غادي نضيف عليها المليحة هاد الحشوة كتجيبنينا وسهلة وجربوها وصدقوني غادي تعجبكم بزاف بزاف وغادي نزيد عليهم الابزار وغادي نشحر هادك الجوج ديالي غادي نزيد علي شوية ديال بودرة ديال التوم ونشحره مزيال سافي بعد ما شحرتو نزيد علي واحد البيضة مسلوقة محكوكة بالحكاكة الرقيقة شوية ديال ابزار المليحة وغادي ندير الجوبل الابيض والمايونيز شوية ديال الخص وشوية الجوبل الاحمر كان خلطت شي الجوبل الابيض والمايونز كانت ديرو حسب الحشوة كانت ديرو شوية كتير خصو يكون كتير حيث الخبيزات هادو كل البطرطس ما كان ديالهنون بيتشي حاجة يعني كان خاصو تكون هادك الحشوة ملبية باش يجيونا بنان سافي هنا بعد ما خلطت كان عمر ذاك المخيمرات ديالي وكان زيد عليم شوية الفرومج من الفوق المهم انا هاد العجينة تزودك كل شي كنعجنوه من نهار قبل باش كي بقالية هنهار ديالها كانت طيب الحشوة طغية وكان عمرها باش مكيت جمعش عليكم كل شي فنهار واحد حتى الوقت خاصتكم تعرفوا كيفاش تنضموه باش كي يجيكم ساهل هنا بعد ما كملت استعمار ديال المخيمرات ديالي هادك الخص اللي بقالية في الزلاف ادرتوها هكا في طبصيل باش نزين به وحطيت البطيبطات ديالي اللي كي يجيو ساهلين وكي يجيو رائعين وهدو كيتكيلو باردين يعني كتعمروا مقبل وكتحطوهم يعني هما تتوجدوهم على بكري لا شي مشكل عندكم فيهم كندوز الميني تاكوس اللي قطعتهم هكا بواحد الساكل راني عندي الوصفة حاطة لكم في القناة يعني وانحط لكم الرابط ان شاء الله اسفل فيديو وكندهن هنا يقدرت سوس ساموراي وصوس الجيغي نخلطهم بشوش كاعدة واحد المادا قزوين وكندهن بهم سافو غادي ندير الحشوة اللي درس معكم في الحلقة السابقة راني شاركتوا معكم حلقة السابقة هير هو انا بتلت الشكل ديالهم بتلتو كان قطع هنا يفخوما الصندويتي كان قطع وحدة على اربعة يعني وحدة كان نعمروا بيها اربعة ديال الميني تاكوس سافو كان نجيب الحشوة اللي عندي كان عمر بيها وكان دلهم قرارصات يجيو ساهلي وحتى في المنظر يجيو زبينين وكيتكالوته هما باردين ماشي مشكل كي يجيو زبينين وخا باردين كي يجيو زبينين بغيتوا تسخنهم رايب كلكم هاد القرارصات ليما كيكونوا شملونين تقدرو تسخنهم بهم ماشي مشكل باش يدوب لهم ذاك الفرماج ماشي مشكل هنا انا كنحطهم ليشان في طبق التقديم باش نحيدهم عليا باش ما كانت تدركش في الوقيسة ديال المغرب سافو غا نكمل بهات الشكل هادة نكمل هادو كليميني تاكوس يعني ذاك الشي اللي عندي القياس اللي عندي ديال الحشوة غادي نكمله ولبقوا لي الدوائر سافي كندين واكاف الموج بميت ساعة اللي كان بغيهم كنجبدهم وغادي ندوز للكفتة اللي درتها حرابل انا هنا يدرت الكفتة زيت عليها المعدنوس اللي كيكون مقطعة تري البصلة اللي كتكون مقطعة غادي نضيف عليهم التحميره يعني ديروا التحميره على حسب الكفتة اللي عندكم مجيش قليلة غادي نديروا الافزار الملح احتهية وغادي نديروا القصبور اللي كيكون عندنا احبوب كيكون مطحون توك نديروا بكمية كتيرة باش كيعطى واحد البنة ديال الشوة كيعطىها زوينة القصبور كيجي في الكفتة خغزال سافي غادي نخلطها مزيان انا غادي نعجن هذه الكفتة ضروري ما تعجنوها بزيان وهديك الساعة غادي ندوز باش نديرها في واحد المل اللي غادي ندخله الفران انا بالنسبة لي باكتو تشويها شويها في شوية انا غادي نشويها في الفران باش تجيني سهلة حيث ما عنديش الوقت عاد نجبد المجمارة وشويها هكتها كتجيزوينة وكتعجب الوليدات سافي غادي نديرها حريبلاس وغادي نقادة في المل وغادي ندير عليها واحد سلي وغادي نديرها في الثلاجة حتى الساعة اللي نبغيها حيث الكفتة ضغية 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 طيب وغادي ندير شوية الكفتة هنا يحتفظ فيه بالآخر باش غادي ندير به ديكيني مينو برگر يعني في ذاك الكفتة ندير الشرمولة واحدة باش ما كان بقاوش ديروجوش خدمات وغادي نتلقها بحالكة بذلك فصل البلاستيك الغذائي وغادي نتلقها بذلك مزيان وغادي نقطعها متر ما تقطعها شرقية يقف زاف شوية ما بين وبين باش نعمروا بها ديك اللي برگر سوفيها سنكملها كاملة هكذا وائر ونبدأ نطيف فيهم ها هما أنا درتهم في المقلع درت عليهم الزويتة وخليتهم كي طيبو وغادي نجيب داك الخبز اللي عندي ديال البرگر أنا هاد البندومي ملفا كان عجنوه لكن دا بحث يعني ما كانش عندي الوقت كثير داك شي باش شريته وغادي نخدم به غادي نحلهم كاملين يعني كان حاول منيك يكون عندها كعراضة فيها بزاف كان حاول نختصر الوقت حيث بزاف صعيب الحال باش تدير كل شي المهم كتحاول تديرها كواحة حيث تلبيو فيك يشد شوية دلوقت وما عنديش أنا أصلا الوقت فرمضان دا ما كيكونش الوقت كثير داك الشي باش ما كان سهلوها على رأسنا الحمد لله كل شي دا بس هال سافي غادي نطيبو ذاك الكفيتة اللي عندنا هنها يا حدايا أنا كان طيبة حدايا وحطيت ذاك الخبز حدايا كان بقى هكا القلب فاتتة الطيبرية وكان جيب ندهنا ذاك الخبزات نديلهم المايونيز والكيتشوب وتقدروا تدير فيهم قطيرة جال الحرار الحرار اللي كيبغي الحرار أنا بتزبالي الوليدة حيث عندي العراضة للوليدات ما درت لهم شو الحرار بدرت لهم هالكيتشوب والمايونيز سافي وغادي نطيب ذاك الكفتة كاملة اللي عندي وغادي نبدأ هالك المقلة اللي كانت فيها الكفتة غادي ندير فيها ذاك المينيبوك كيتحمروا شي شوية كيجيوا بنان كيجيوا واحد اللدة كيجي فيهم غزالة حي الضروري ما تحمرهم شي شوية بحال حكا سافي كنديلهم الفروماج وكنساليهم كنحيدهم حتى الساعة اللي نبغيهم وعد ندخلهم الفران هنيا غادي ندير القاطن ديال اللي غا نحتاج للقرعة محكوك أخيزوا محكوك البصيلة مقطعة الأبزار الملحة زويتة بلدية وغادي ندير بودرة ديال التومة في الخالط وغادي نجيب هنا اللي كان كنسلقتهم كندير فيهم زويتة بلدية وكنخلطهم وهنيا أراه الخالط ديالي كيتشحر الخضرات ديالي كيتشحر ها هما لحطوا كل شي الحاجة اللي كيبغيون وليدس كنديلهم فيها الخضراء وقع ما كيحسوا بها يعني كي يكلوها وكي تعجبهم عبتها اللي غادي ندليب باتشحر اللي حماقوا عليه جاهم غغزال طريقة مختلفة وكي يجيبنين هناك نزيد عليه ورق سيدنا موسى الحشوة وكنضيف عليها ماتشا محكوكا سافو كنحرك ذلك شي مزيان كنزيد واحد المعلقة كبيرة ديال ماتشا ديالي الحك وكنزيد الماتشا ديال العلاب وكنزيد الماتشا ديال العلاب ديال الهدا اللي كتباع جاهزة في العلاب سافو كنخليها كنشحرها وكنزيد هنا هادو كتواب الايطالية كيكون فيهم واحد المادة قزوين كي يجوها كفليبات كي يجوها يعني كيتو واحد منكها خاصة وكنشحرات شي وزيد عليه المعدنوس كنضيف عليه واحد الكيميالة بأسة بهاد المعدنوس وكنخلط كل شي كنخليهم كي يطيبوا سافي كنخليها كي تطيب وكندوز باش كنشحر الكفيتة ديالي هنا في مقلع كندير الزيت كنضيف عليه الكفتة الملحة الايبزار وكنشحر هاد الكفتة مني كتشحرها بوحدة كجي فيها الواحد اللي بنا زوينة ماشي بحال كتشحر مع الخضراء سافي وكنشحرها مزيان كنهبط فياتها وكنتستسلت فرستنا في المقلع اينا بغيتو تصغنوا علي الكفتة كنشحر كل شي كنهبط كنشحر كنشحر لكي يدعو كليبط فينين كي يدعو بنان هاية الخضراء اصلاً كتبنهم كاملت كطبقة أولى وعاد زيت لببات وزيت لصوص من فوق منهم ولكفتة وزيت عنيم الفرماج وعاد عاوتين يدرت لبشاميل ما هي الطبقة الأخيرة من فوق لبشاميل يدخلنا بزيان في البات ويجو بناني بحلقة كي اضطي لصوص من تحت ومن الفوق لبشاميل يدخلون لبنية بالصوص سوف يزيد عليهم هنا قليل الفرماج الحمر او يدخلوا الى الى الان وكادخلوه الفران وفي نسبة لي يشوفو كي يجوا انفقعين وغزالين وهو ما البيتزاة اللي يدرسون في الفران المهلة بيا انا ادرتها في القسان انا انا ادرهم ضغية ضغية هادو كي يبردوا سهلين ضغية ضغية كي يبردوا مهلة بيا راني اجربتها معكم على الانستغرام معجبتكم بزاف صيف تولية الطبيقات ديالكم ودرتها معكم الوصفة ديالها في حلقة اللي فاتوا في الحلقة السابقين سهلة ضغية ضغية كتتوجد وهنا اه غنو جد معكم تحلية اللي هي سهلة كتوجد في خمسة دقايق ووجدتها على المباشر درتها في المباشرة في الانستغرام تهية ضغية 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 وجدناها في خمسة دقايق كنديرو اترو ديال الحليب ربعا مع القبار ديال بودرة كرين باتيسيخ ثلاثة ديال طوبات ديال السكر وغادين ديرو فيها ديرو الساني ديرو سكر ديرو اللي بغيتو وغادي نديرو فيها ربعا ديال سكر الفانيلا مايو عدل 21 قرام باش كاتجينة ديكلا كخيم من السماء وكننخليوها هنا يكنخلطوها ضروري في الحليب بارد ماشي الحليب بيكون سخون ولا دافي ضروري الحليب بارد وكنخليو كاتب حدانا كاتجيب مول انا هنا يدرساب الاناناس والسيرو ديالو كاتحتفضو به وهو اللي كانت تزقو به بودواغ كنحاولو نديرو دي بودواغ من نوعية جيدة وانا تقدرو تديروها بالفريز تقدرو تديروها بالبهنان باي فاكهة عندكم انا بالنسبة لي فاجدرتها في الانستاقرام درتها معاهم بالفريز وتهنب الاناناس كاتجي زوينا يعني باي فاكهة تدرتوها اللي متوفرة لكم كاتجي زوينا تقدرو تخلطو في الفاكه كاملة كاتجي رائعة سهلة 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 تقدرو تديروها هادي سهلية عائلية سافي هنا يا بعد مدرسة الطبقة الاولى في الزكتم كاملين في ذاك السيرو ديالاناناس كندير هنا يكنطفع على الكريمة ديالي ومباشرة كندير الكريمة على البيسكوي هادي البودواء كيجيو فيهم زويني يعني بلا ما غادي تعجنوا لكي كلا تشي حاجة تحلية سريعة هنا يرى بنتي يلي كتصوب لبودواء وانا كنتعاونوا انا وياها دي مدخلوا ليداتكم ودك شي يعاونوكم شجعوهم باش ما تبقاوش واقفين بوحدتكم ضربين تمارين انتتاوما يديرو يديهم وكيعرفوا تعرفوا الحلاو دك شي كيفاش كيتصاوب صافي وكنديرو الطبقة التانية ديال الكريمة وكنديرو عاو تاني الاناناس هاي كتكمل معايا كل واحدة كيدير حاجة باش كنتعاونو صافي وغادي ندير لبيبي تشوكولا من الفوق هتزوق بهم بعد ما ما ندير الاناناس ديالي صافي وهذا هو الشكل نهائي ديالها كنديروها كتبرد تساعة اللي كن بغلو نحطو الفطور وكنحطوها كتجي اكتر من رائعة وهناي غادي ندير معاكم الباناكوطة بالفخيز هي كينا انا بلاي ما يختيف التاغموميكس ولكن انا غادي نديرها بالفريز ديما ديروا الفاكهة اللي متوفرانيكم غادي نحتاجو تدير ورقة الجيلاتين غادي نفزقوهم في الماء وغادي نديرو 300 ميلي لتر ديال الحليب غادي نكبوها فنحتاجو لي 300 ميلي لتر ديال الحليب ساهلة هات الباناكوطة وكانت نجح معاكم مليون بالمئة بالنسبة للبنات اللي لا يستعملو تعملو في هاد الوصفات يوجد لكم تحية في الزربة وغادي نديرو 60 غرام ديال السكر اللي ما عندوش ديال مميكس يدير هاد الوصفة هادي يديرها فوق البوطة راهاكا جيزوينه وغادي نحتاجو واحد جوج حسد ثلاثة ديال السكر الفاني يعني نديرو ثلاثة بشكي يكون بنين 21 غرام سبعة غرام من وزن سبعة غرام قبل اقولت لكم 21 غرام خاصة نديرو ربعة اكتر 28 غرام في الدسر اللي قبل صافي وها هي بعد ما خليتهم كي يسخنوا الحليب مع سكر فانيلا وسكر غادي نقطرو داك الورقة وغادي نحطوه معاه وغادي نخليهم كي تطحن انتوما غادي نطحنوه بالميكسر صافي وغادي نزيد 300 غرام ديال القشدة الطرية يعني قد الحليب قد القشدة الطرية وغادي نحطوه وغادي نضيرو في الفيغين لي عندي انتوما اللي عندكم كويستة ديال الجاج هكا دي فيغين لي متوفر لكم غادي نضيرو أنا بالنسبة لي يكي يعجبوني هكا ميلين شكل ديالهم قلت نضيرو معلاش الله ما نضيرو مش ميلين وغادي نضيرهم كي يبردو دغية دغية كي يبردونا ودغية دغية كي يشدو لنا صافي هنا غادي نضير لفريز باش نضير الكمبوت ديال الفريز هو ما ديري اللي ما يختي موه من نفس الطريقة كي غادي نضير الميختي كي غادي نضير الفريز نفس الطريقة وغادي ديالهم 40 غرام ديال بود سكال غلاصي وغادي خليهم يطيبو وغادي تضيفهم في الآخر بعد ما يبردو غادي تضيفهم على الباناكوتا اللي درنشوفوا الشكل ديالها كي يجي أنا را ما خليتهمش مكانش عندي الوقس باش يبردو بزافي يعني كان عندي الوقس ضيق مهم جاهون يزوينين ومعجبوا لوليدات وكلوهم كاملين بسحتهم وراحتهم وهذا هو الشكل ديالهم النهائي البيفي ديالنا ها هو بعد ما وجدتو أنا كان وجدت كل شي الميعنات كل شي الميزون بلاس كان وجدت فوق البيفي درت الموع السالات حطيتهم حطيت سلول بيد مسلوق الحريرة سي درت المائدة المغربية اللي ضروري ما تكون هنا هاد لي غولو ديال لادان فيما اللي دي سبقت معاكم في الحلقة اللي سبقت ودرت الكغاتا هنا ميني تاكوس ميني بيزا اللي كيش بالنجال والقرع شوفوا الشكل ديالهم كي يجي هاد البيتزاس هاد العجينة اللي كانوا وجدواتا يقبل كجيزوينة دي ميني بورتغغ اللي درنا ليهم شوية ديال الفرماج من الفوق زينا به وهذا هو الشكل ديال بيفي ديالنا كامل أنا خليت الكفتهية آخر حاجة كنا حطها درت لهم العاصر دلافوكا وعاصر الفواكه وهاد شي كامل دخلنا فيه الخضر كيم مشتوا يعني المملحات كلهم دخلين فيهم الخضر لها من اللي بطلة من كل شي وتم طبل اخرى اللي درت فيها الكخيب درت فيها ديال تاخدويلات درت لهم طوي بلادي الحلو وطوي بلادي الملح وهوما اللي جابوا الفين وازغي ودك شي تباك الله عليهم اللي يحفظهم جابوا هوما في الديهم الفين وازغي جابوا القاطو وأنا وجدت لهم هاد شي ديال الدار يعني درت لهم ديال كخيب ودرت لهم تحليا وهادو الدسير كانت مني أنا الحلقة اليوم تكون نلت إعجابكم وإلى الحلقة الجاية إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جداد وعراضة جديدة إن شاء الله وكانت مني تبرتجوا الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم اشتركوا في القناة